اشتركوا في القناة 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 إنه إثنى عشر قرش في حديث طبعاً بالمكرر وقال لما يجيده ثمانية آلاف وقال لعمل طالب محجر وعندي في هذا نظر طبعاً ما ترى الكلمة دي كده هذه الأبارة وعندي في هذا نظر الحجر وعنى هو إذ فعرض في نظر أخفاً من هو كلام أبو الفضل أحمد المسلمة أو الحافظ المائي نجي صح بينما مراد المحجر وعندي في هذا النظر على كلام الإبامي ما ورد أنهي أربعة آلاف حدث على أحديث صحيح نصر بالتعاوز بقى إيه يتأكب من هذا يراجع نكة المحجر على إبن الصلاة يعني بعد كلام الإبامي النووي هذا فإيه يقول الحافظ وهذا عندي فيه نظر ثم إن الزيادة في الصحيح ما لديهما أي على البخاري ومسلم يعني إحنا نعرف من الحديث الصحيحة التي في ضاير البخاري ومسلم أي من الكتب التي سيذكرها الإمام الصلاة إيه يتأكب من السنن المعتمرة كسنن أبي داوود والتربذي والنسائي وابن فزيمة والداراق الضي والحاكم والبيهقي وغيرها منسوسا على صحته يعني لا يكفر لهم إيه من هو حتى أفعلها إيه منسوسا على صحته فيها يعني لا بد أن أعص هؤلاء الأئمة على حديثي بالعيني أنه صحيح فإذا نصه على هذا فكان ذلك من قبيل الصحيح لم ينصوا إلا إيه ككلام إيه على كلا أو على مذهب من الصلاة ما قالوش لم يقول هذا صحيح إلا إيه نتوقف معكم شكا أو الصحيح وكلامنا هيجي ذلك ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كبغزيمة الأصحاب المستخرجات يعني لا يكفي أن يوجد الحديث في مثلا سنن الأيدة والاحترمات أو النساء أو غير فهؤلاء الأيدة أصحاب السنة لم يشترطوا الصحة في كل ما ذكروه في كتبهم ولكن هناك كتب أخرى نصت على أن ما ذكروه في كتبهم صحيح زي صحيح ابن خزيم صحيح ابن هرغان ففي الصلاح عايز يقول أنه لا يوجد أولاية بدون هذه الأحاديث في كتب السنة السنة بدون أن نص على صحتها من هؤلاء يعني مثلا الترميذي ذكر حديثك في سننه أحيانا الترميذي يقول مثلا وهذا حديث صحيح أو حسن صحيح لأن أعرف أن داخل الصحيح طب ما كان ليش سكت لأنه لا ينفعش أقول على هذا الحديث المصحيح لأنه على مثل الصلاح لكن حديثه أبود في صحيح ابن خزيم ينفع أن أقول على صحيح ليه؟ لأن ابن خزيمة لا لا أحضر في هذا الكتاب كل ما هو صحيح واضح؟ كان ابن خزيمة وأصحاب مستخرجات كان ابن خزيمة يخزي كان ابن خزيمة الأمان لأن الناس صحيح ولو كان ابن خزيمة أبود في صحيح لا مرحباً كما أن تبقى الآيب هذا الحديث غير صحيح وعصه على هذا يبغيب أخذ بكلام الآيب لكن حديث موجود في صلاح ابن حسين في صلاح ابن حسين ولم ينص أحد من الآيب على أنه غير إذا أستطيع القول أن هذا حديث صحيح يبدو لا ينبغيب أخذ بكلام الآيب فهذا يدول على فرور هذه المفتوق أو صحيح أخذ بكلام الآيب فإذا تكون الشيطة مجموزة يدول على إنها تحتاج إلى أنه يدول على أن ينبغيب أخذ بكلام الآيب وعصيح أخذ بكلام الآيب إذا نصر اتباعه من المدينة على صحة حديثك فنأخذ بتصفيه الكتاب ككل الكتب الست هذه كانوا يسمونها دوابين إسلام وتلقوها يعني شبه تلقوها بالقبول أي نعم ليس كالنخرى ونصرى ولكن كانوا يعتمدون عليها في استخراج الأحكام في العمل بما فيها وخاصة في فضائل الأعمال ونحن ذلك كانوا يعتمدون على هذه الكتب ولم يعني يقسموها كما ذكرت قبل ذلك إلى حديث صحيح وطريف ونحن ذلك مع أنهم كانوا أقدر على هذا من يعني بعض المعصرين أو المرجودين الآن أو فيما توفوا قبل ذلك هؤلين ما كانوا أقدر على التمييز بين الصحيح والطريف ومع ذلك اعتمدوا هذه الكتب الكتب الستة وغيرها من الكتب الإسلام السنة المعتمم كبن خذيبتا وأصحاب المستخرجات الفلق باب المستدرك بالمستخرج الفلق باب المستدرك بالمستخرج مستدرك الحاكم مستدرك الحاكم يأتي من أحاديث ليست في البخاري ومسلم ولكن الإمام الحاكم الحاكم رحمه الله تعالى يعاد أن هذه الأحاديث رواتها قد احتج بمثلهم المخاري ومسلم إذن الأحاديث التي في المستدرك ليست في المخاري ومسلم الحاديث التي في المستدرك ليست في المخاري ومسلم بل هي على شرطهما أو على شرط أحاديثما بأن هذه الأحاديث قد احتج بمثل رواتها البخاري ومسلم لكن المستخرج فيدي مثلا واحد زي أبو معين ويأتي للأحاديث التي في البخاري أو في مصر وأبو معين له مستخرج على البخاري ومستخرج على وسلم فيأتي الأحاديث التي في البخاري مثلا المستخرج هي على البخاري ويرويها بطريق آخر بسنديه هو إذا كان مستخرج على البخاري وإذا كان مستخرج على مسلم إذا كان مستخرج على مسلم إذا كان مستخرج على مسلم هو نفس الأحاديث التي في مصر ولكن يرويها بسنديه هو ويرتقي مثلا مع البخاري أو مع مصر في شيخه أو في شيخ شيخه أبو معين له ويرتقي مثلا ويرتقي مثلا لما يفعلونها؟ يفعلونها هذا لعروب الإسداد فهو لو رواها هذه الأحاديث من طريق البخاري بواقعت بإسداد أنزل مما لو رواها هو من طريقه هو هذا أول حد أو الحاجة التالية ألك ربما يروي الحديث الذي مثلا في البخاري هذا ولكن يرويه بزيادة لعنده فيها زيادة زيادة لف أو زيادة جملة وهي بالتالي تكون صحيحة فنستفيد من هذه الزيادة حكما جديدا حكما جديدا لأن هذه النفضة ليست موجودة في البخاري ولكن موجودة في المستقر فأستفيد منها فائدة جديدة يبقى كذا أكثر من شيء العلو والإيه والفائدة طبعا احنا قلنا مش لازم إنه يعني اللظ يتوافق مع اللظ يعني أبي معيب مثلا من يعمل مستخرجه على البخاري أو على مسلم مش لازم اللظ يتوافق مع اللظ ولكن ربما يتوافق النفص وربما يرويه بالمعنى إما يتوافق النفص أو بالمعنى وفي حاجة كمان فائدة للمستخرج إنه بيزيد عدد الطرق بيزيده عدد الطرق فهو مثلا لو موجود عند البخاري بعشرة طرق حيقوا في المستخرج 12-13 وهكذا يبقى عدد الطرق زاد وعدد الطرق من الأشياء المردحة يعني إذا تعرض الحديثان مثلا والحديثان في نفس القول لكن هذا ورد بطرق أكثر من هذه فيعتبر هذا من الأمور المرجحة ومعنى المستخرجات زي هي مستخرجون أبو معين وهو مستخرج على البخاري ومسلم في مستخرج إسماعيلي على البخاري والبرقاري أيضا على البخاري ومستخرج أبي عوانا على صحيح مسلم قال العراقي معرفة إن فرق من المستخرج والمستدرق قال العراقي وكذا لو مص على صحته أحد منه أي أحد من أبنين أيما ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حامل وسؤالات أبنائي وغيرهم طبعا كتب السؤالات هذه مضوعة موجودة تجد تنميذ مثلا من تلابذة الإمام أحمد أو المنعين أو الضرق أو غيرهم يأتي إلى الإمام من هؤلاء الإمام ويسأله الحديث الفلاني ما تقول فيه فإما يصحح أو يضعف أو يتوقف فيه ومعظم هذه السؤالات مضوعة موجودة الإمام فلو مص أحد من هؤلاء الإمام على صحة الحديث فينبغي الاغتماد عليه والأخضر قال وإنما أهمله بن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن نصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح طبعا المسألة دي مسألة مشهورة وهي أن المصلاح رحمه الله تعالى كان لا يرى أنه يبغي للمتأخرين أن يجترئوا ويتجسروا على تصحيح يعني المعاصرين دي لإما المعاصرين لابن الصلاح وهو منهم طبعا يقولي إحنا ما ننفعش أن نغدم على تصحير أو تضعيف التحديث في هذه الأعصار من الصلاح المتوفى كان ستومية ثلاثة واردين فهو بنقول في أن في القرن السابق الهجري ننفعش إن إيه إن إحنا كده نتقدم ونتجاصر ونتجرب ونحكم على هذا الحديث المصرحي وهذا لنكون ضعيف ليه؟ أنك لأمن شروط الاجتهاب ليس مروضة الواجت وإلا إما المتقدمين لم يتكلموا في هذه الأحاديث رغم علمهم ساعة علمهم وساعة إطلاعهم لم يتكلموا على هذه الأحاديث فلا يجوز لنا أن نأتي نحن ونتكلم عليها تصحيحا وتضريفا وإحنا مش مؤهلين أو ليست عندنا الأهلية كما كانت عندنا كانوا أئمة كبار توافقت في شروط الاجتهاب فصححوا وضعفوا وحسانوا أما نحن فلا ينبغي لنا أن نفعل ذلك طبعا الأئمة أو جمهور أهل العلم لم يوافقوا بالصلاح على هذا ومنهم الإمام العووي لم يوافقوا بالصلاح على هذا وصنيع الأئمة وصنيع الأئمة حتى في عصر ابن الصلاح يدل على خلاف هذا فابن القطار كلام يصحح صحح عددا من الأهل حتى في العصور التي بعد عصر ابن الصلاح ندل مثلا حفظ الضمياطي أيضا له كلام في تصريح بعض الأحاديث وحتى بعد عصر الضمياط إمام تقييد دين السوق له أيضا تصحيح وتضحيف لبعض الأحاديث إذن فعملوا وصنيع الأئمة في عصر ابن الصلاح وفي العصور التي بعده على خلاف هذا ولكن مع ملاحظت أن هؤلاء أيضا كلام أئمة كانوا أئمة كبار وتوافرت فيهم الشروط والأهلية لأن يصحفوا ويضعفوا ومع ذلك لم نرى أحدا منهم يقصب كتب السنن إلى صحيح وضعيف ولم نرى أحدا منهم يصحح الحديث في مكان ويضعفه في مكان آخر ولم نرى أحدا منهم إذا أرد أن يصحح حديثا صححه ووثق رجاله وإذا أراد أن يضعف حديثا وفيه رجل من هؤلاء الذين صححوا من قبل يضعفهم في هذا الحديث لأنه أريد أن يضعف الحديث يقول لك كيف لان ذا ضعيف فمن أن تم صححه وموثقه في حديث آخر فإذا كان الحديث يخدم رضي ومذهبي وصححه حديث يخالف مذهبي ورضي وضعيفه وقد جمع بعض المعاصرين كتابا ذكر فيه الأحاديث والقواب التي يذكرها فلان مرة يصححها في مكان ويضعفها في مكان الرأو يوثقه في مكان ويضعفه في مكان وهو نفس الرأو ليه؟ هو عايز يصحح هنا الحديث وعايز هنا يضعف الحديث فهو نفس الرأو يصححه هنا ويضعفه بينما الأئمة الكبار هؤلاء حتى من المتأخرين لم يكونوا يصححون ويضعفون بالهوى حتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذهب مذهبه ذلك في أنه لا ينبغي لأحد من أهل عصره أن يصحح أو يضعف وبالتالي أو يحسن لأن التحسين فرع التصحيح أيضا فعل ذلك لخوفه وتقواه من الله تقواه لله عز وجل خوفا من أن يصحح حديثا ويكون هذا الحديث ضعيف فيكون أو يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النور أو ربما يضعف حديثا وهو صحيح فيحرم الأمة من فائدة تستفيدها من هذا الحديث فأحد مدارك ابن الصلاح في قوله هذا هو خوفه وتقواه لله عز وجل فكنا لا ننفعش نتجرأ على هذا ونصحح ونضعف بل الأئمة السابقين المتقدمين هم دولين يصححوا ويضعفوا الأئمة الأكابر لكن احنا ما فيش يعني إذا كان ابن الصلاح بيقول كلامنا هو في القرن السابع الهجري فما بالك بقى دلوقتي وده يطلع يقولك صحيح وده يطلع يقولك ضعيف وحكاية بقت يعني زيطة يعني فلا حول ولا قوة إلا بالله واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما يعني الحاكم ربما يذكر يعني دهولا منه بعض الأحاليث الحديث التي ليست على شرطهما ويذكرها ويصححها معبرا عن الأول هو الأول هو على شرطهما أو على شرط أحدهما بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخة أو على شرط البخاري أو مسلم وعلي الثاني الثاني هو إيه؟ ما صح عنده وليس على شرط أحدهما بقوله هذا حديث صحيح إسلام واسم يبقى ليس على شرطهما أو على شرط أحدهما وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين ربما يأتي الحاكم في الحديث أو في الصحيحين أو في أحدهم وهذا أيضا دور منه رحمه الله تعالى وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك يأتبط بالحديث وينبه على الطعف وهو متزاهد في التصحيح حاكم معروف من تسابلهم رحمه الله قال المصنف في شرح المهذة وهو مدموع مدموع شرح المهذة اتفق الحفاظ على أن تلميذ البيهقي أشد تحرية منه بيهقي كان تلميذ الحاكم ولكن كان أشد تحرية منه طبعا الإمام النووي ذكر هذا أو هذه العبارة عند كلامه على باب السواك عندما ذكر حديث على إشارة الإرضان عنها صلاة بسواك تفضل بسرعين صلاة من غير سواك فالحاكم أورده وصححه وقال على شرق مسلم وهو حديث ضعيف وضعفه البيهقي فالإمام النووي بعد هذا الكلام رح نلقي إن الإمام البيهقي أو عبارة الإمام النووي بالضبط والبيهقي أتقن في هذا الفن الشيخي الحاكم لنص أمارة الإمام النووي في المجنوم والبيهقي أتقن في هذا الفن من شايفه الحاكم إذا نهاية كلام الإمام النووي في المجنوم عند قوله أشد متحرية منه هنا انتهى كلام الإمام النووي اللي بعد هذا كلام الإمام السيوط وقضى خصى الدهري مستدركه أي مستدرك الحاكم وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكر أي لم يوافقه على تصحيحه وجمع جزا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوع فذكر نحو مئة حاديث طبعا الإمام الذهبي هو نفسه حتى يقول إن الإمام الحاكم مؤلف المستدرك في آخر عمره في آخر عمره وكان الإمام التراقبني كان من أقراره أو من تلاميذه فحتى المستدرك هذا أنفه بعد موت التراقب إمام الحاكم فإن إما يقول إنه لما صنفه في آخر حياته يعني كان قد كبر وذاكرته قد ضعفت فكان يذكر الأحاديث ضعنا منه أنها على شرط أخرى المسلم أو على شرط حديثة وهي لست كذلك وبعضهم قال أنه كلام سيمطحها ويهذبها ولكن كوافتهم ترية قبل أن يستكمل هذا نعم وأهل الدليل على كذا إن ربع أو ثلث الكتاب الأول أن الأحاديث التي اطلطت على الحاكم أكثرها في الثلثين الباقيين يعني الثلث الأول ليست فيه كثير أحاديث يؤطلط فيها على الحاكم بل أكثر ما يؤطلط عليه في الأجزاء الأخيرة من الكتاب وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطه وقال أبو سعيد الماليني وإلا كفيه جملة وافرة على شرطه وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب فلوما حد نصف الكتاب هل من النصف الأول يعني المشكلة في النصف الثاني المشاكل كلها في مستدرك الحاكم في النصف الثاني من الكتاب وفيه نحو الروع منا صح سنب وفيه بعض الشيء أو نهو غيلا وما بقي وهو نحو الروع فهو مناكير أو باهيات ما تصح وفي معض ذلك مضوعات وقلنا من كلام ده في أواخر الكتاب قال شعف الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه مسوّد الكتاب ليرقحه فأعجلتهم منه يعني كان من الأول بيكتب الحديث كذا صردا وأراد أن يهذبها ويمقحها فيما بعد ذلك ولكن وفته المنية قبل أن يفعل ذلك وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما على ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق إجازة لا يوجد لا يوجد والمعنى قريب يعني يؤخذ أو يوجد إذن سياب لا يوجد لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيعطي وهو إذا ساق عنه في غير المنى شيئاً لا يظهرهم إلا بالنجازة يعني عايز يقول إن المصف الأول أو المصف الأول أو المصف الأول من الكتاب هذا إنما أملاه الحاكم على تلمنه إملاه وأما باقي الأحاديث فلم يمله وإنما أخذت عنه بالطريق الإجازة وربما قال يعني مثلاً يأتي له تلمده بنسخة فيحدثه بها وهو يعني يظن أن هذه أحاديثه وهي لسأ أحاديث ولكن الذي أملاه على طلبته إنما هو الجسل الأول الذي ذكره يقول الحافظ المحاط والذي يرويه عنه البيعطي ولكن ليس بطريق إجازة أما ما رواه بطريق إجازة فهذا ليس من أملاه الحاكم قال التساهل في القدر المنى قليل جداً بالنسبة إلى الأبع عنهم جزء الأملاك على طلبته التساهل في التصحيع فيه القليل ولكن التساهل الذي رمى به العلماء إنما في الجزء الباقي من الكتاب فما صحّحه أي الحاكم ولم نجد فيه لغير به من المعتمدين تصحيحاً ولا تطريفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه غلة توجه ضعفه أملاك 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 إن يفهم شرط المعين جيداً كيف أن يفهم وإمام الحاكف المقدمة المستدرع نص على أنه يذكر الأحاديث التي ورؤاتها قد يحتاج بمثلهم البخاري ومصر أو أحدهم يعني ما الشرط لهم نفس السند في البخاري أو في مصر ولكن هؤلاء الرواة الذين ذكرتهم في الكتاب المستدرع هؤلاء الرواة قد يحتاج بمثلهم البخاري ومصر أو أحدهم هو نص على هذا ولا مشاحة في الاصطلاح هو مصطرح كده كنو بقى التزم بهذا في جميع كتابه أو لم يتزم لمسطرة أخر لكن كنو أنو لم يفهم شرط البخاري ومسلم أو شيء من هذا هو لم يدعي ذلك ولم يدعي أن الحديث الأحاديث هي بعينها لها سند في البخاري ومصر لأن الناس لهم إيه؟ كثير من الناس يفهم أن الحديث إذا كان على شرط البخاري أن هذا الحديث سنده قد يحتاج به البخاري مثل نفس السند فاهم نقطة دينا هذا الحديث يكون عنه الحاكم أنه على شرط البخاري فكثير من الناس يفهم أن على شرط البخاري يعني هذا السند لهذا الحديث هو نفسه موجود في أحد أحاديث البخاري الحاكم قال شي كده لم يقل له بل قال أن هذا السند ورجاله قد احتج بمثلهم البخاري بمثلهم وليس بهم هناك فرق وليس بمثلهم فيأتي الناس يقولون كيف يقول الحاكم هذا على شرط البخاري وهذا السند ليس في البخاري يا جماعة ولم يقل هذا ولم يقل أن هذه الحديث بسندها أو هذا السند موجود في البخاري لا بل هؤلاء الناس هم لم يفهموا كلام حاكم فأنت أرى طبعا برضو في مسألة وهذه الأحاديث برضو التي أتكلم عنها وليس برضو موجودة في الجزء الأخير من المستطرة سند حاكم ذكر بعض الأحاديث وصححها مع أن رواتها قال عنهم في كتاب المدخل أن هؤلاء رواه عفاة ولا يحتجوا بمثله فيبقى إيه هذا يعني كما قال الحفظ المحجر إما يعني كن وذكر أو أنف الكتاب في أخي عمئه فنسي أو ربما أراد أن يحدث همين حادثهما بعد ولكن لم يمهره الضعور فحركت كما هي ولذلك هو هنا بموجه إلا أن يظهر فيه علة توجه ضعفه وطبعا كون الإمام النووي أو الصلاح إنه هو بقول إن الأحاديث التي في الحاكم ولم نجد لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن كده المبرد إنه محدش حكم عليها وهي موجودة عند الحاكم وبالحديث حسن هذا أيضاً فيه نظر وعراق حيتكلم على هذا فيما بعد قال البدر بن جمع والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه الحديث اللي موجود عند الحاكم ولا نص لأحد من المعتمدين فيه محدش نص على الحديث ده هل هو صحيح ولا هو ضعيف يقول يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف نشوف هل له شواد هل له متابعات ننظر في رجاله هل هذه الرجال وثقها العلماء أم ضعفوها أم ماذا قالوا فيها وننظر ولكن نحن نكتفي بمجرد وجود الحديث عند الحاكمة المستدرة ولم ينص أحد على تصحيح أو تضعيفه بأن نقول أن هذا الحديث حسن لا بل ينظر فيه فربما كان صحيح وربما كان ضعيف وربما كان حسن بحسب حاله ووافقه العراقي أي وافق البدر وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم ما شمعنا حسن يعني طب لم يكنش صحيح لم يكنش ضعيف ما شمعنا حسن يعني فذا في تحكم قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بلاء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصححه فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه يبقى أبن صلاح ما قالش بقى أن إحنا إيه ندور على هذا الحديث ونشوف حاله إيه ليه لأنه بيقول إن إحنا مش أهل إن إحنا ننظر في هذه الحديث ونصح أو نضعف والعجب من المصنف وهو الإمام النووي كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبنى عليها كما سياد يعني الإمام النووي لما اختصر كلام ابن الصلاح هنا لم يعترض عليه مع إنه حيعترض عليه بعد كده في هذه المسألة بعينه فيعني ربما الإمام النووي لم يعترض هنا لأنه كان إيه يعني يدخل الكلام فيما بعد عندما تأتي هذه المسألة بالتفصيل فيتكلم عنه وقوله فما صححه أي الإمام الحاكم احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه إذن إذا ذكر الحديث ولم ينبه على تصحيح له أو تضعيف حتى وله بالضعف بقيه لا يعتمد عليه ويقاربه أي يقارب صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه لأن كلمة يقاربه يعني إيه يقترب منه في الصحة طيب الحاكم أصح؟ لا والواقع خلاف ذلك أي أن صحيح ابن حبان يعني إيه الأحاديث التي فيه أقوى وكان ابن حبان يتحرى فيها الدقة أكثر مما هو في المستدرك للحاكم قال العراقي وليس كذلك وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل فالحاكم أشد تساهلا منه وهو معروف أن الحاكم أشد تساهلا من ابن حبان قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم حتى شروطه في الرواه فيها بعض الشدة بخلاف طبعا الرواه الذين لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل وهذه من الأشياء التي أطردت على الإحبان أن الرواه إذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنه يوثق وله كتاب اسمه ثقات فأدخل في هذا الكتاب من ليس فيه جرح ولا تعديل بناء على أن الأصل في المسلم العدالة فإذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة عنده بخلاف هذه المسألة فإذا ابن حبان له بعض الشروط المتشددة في الرواه وهو أشد يعني تحريا من الحاكم بكثير في هذه المسألة وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح يعني كنون هو بيسمي الحديث الصحيح حسن أو الحسن صحيح ده اصطلاح من فلا نجيش نقول إيه لا ده هو بيقوله على الحديث ده صحيح وهو حسن أو العكس هو اصطلاحه كده يعني لا مشي حدث الاستلاح نعم وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الاخذ عنه وهو شرط الانتصال شرط الانتصال السنة ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع احتيجي بقى هنا الحتة اللي اعترضوا فيها على ابن حباب وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأته بحديث منكر فهو عنده ثقة يعني في حتى ايه في شروطه لم يرد فيه جرح ولا تعديل بأول شرط وشيخه والراوي عنه ثقة هذه شرط التالي الشرط التالي انه لم يأتي بحديث منكر قد خالف الثقات فيه إذا توفرت فيه الشروط هذه فهو عنده ثقة طبعا الأئمة الآخرين يقولك لا طالب لم يرد فيه جرح ولا تعديل يبقى ايه نتوقف فيه فلا نوثقه ولا نضاعفه إلى أن يتبين لنا حاله أو يتكلم أحد نجد أحد من الأئمة تكلم عليه من الحبان يقول لا إذا توفرت في هذه الشروط فهو عندي ثقة وفي كتاب الثقات له كثير من من هذه حاله طبعا هنا ايه كثير من الأئمة بيعترض على ابن حبان في هذه المسألة بالذات ولأجل هذا ربما اعترض عليه أو اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك هذا برضو ايه هو شرطه كده استلاحه كده وهذا دون شرط الحاكم يعني هذا الشرط ليس موجودا عند الحاكم ليه لأن هذا شرط خاص بابن حبان وحده بابن حبان وحده فقط هو الذي يسير على هذه القاعدة أما غيره فلا حتى الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح حط تحت المثلهم دي متخط لمثلهم ما قال شي ايه؟ أن يخرج عن رواة أخرج لهم الشيخان قال لي مثلهم الشيخان عارفين الفرق ولا مش عارفين؟ ما الفرق؟ يقول حيث شرط الحاكم يعني أن يخرج في كتاب المستدرك عروات أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح كلمة لمثلهم دي؟ غير لما كان يقول ايه؟ أخرج لهم الشيخان الفرق تحدثهم؟ يعني ليس نفس الرواة نعم ليس نفس الرواة هذا الراوي يوجد راوي آخر عند البخاري هذا حاله مثل حال هذا الراوي الذي عند البخاري كلام الأئمة في هذا الراوي مثل كلام الأئمة في هذا الراوي الذي روى له البخاري وثق الأئمة هذا الراوي كما وثق الأئمة هذا الراوي الذي عند البخاري إبقى هذا الراوي ليس هذا الراوي ولا هو ليس هو فكلمة لمثلهم دي تحل لك الإشكال اللي بعض الناس مش فاهمان يقول لك طب ما الراوي ده الحاكم أخرج هذا الحديث وقال على شرط البخاري وهذا الراوي مش موجود لم يروي له البخاري طب ما هو الحاكم قال أو خرجوا لمثلهم أخرج الشيخان لمثلهم ما أدشي لعينهم أيوة إذن كما قلت لك أن هؤلاء الناس هم لم يفهموا كلام الحاكم مش الحاكم هو اللي لم يفهم فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم طبعا نحن برضو نقول أن الحاكم لم يوفي في النصف الثاني من الكتاب أما في النصف الأول فأكثره قد وفى بما التزم به النصف الأول يعني هو الكتاب مثلا مضوع في حوالي أربع مجلدات كبار فحنقول مثلا المجلدين الأولين تقريبا في المجلدين الأولين قد وفى الحاكم بما التزم به أو بما ألزم نفسه به في المقدمة أما النصف الثاني المجلدين الآخرين فإيه فيهما الكلام حتى هو ابن حجر أو العراقي يقول أنه في النصف الأول ده هو الذي أملاه على طلبته أما النصف الثاني فلم يمله وإنما أخذ عنه بطريق الإجازة والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر